اعدادية الوحدة لمدينة مصر والتي بنيت منذ عام 1964 والتي ما تزال من دون تسوير فقد تم وطو حجر الاساس لعجل تسويرها بمبادرة من قبل المستشارة الوطنية بالمشلس الوطني الانتقالي لولاية بهر الغازل فاطمة احمد وري ذلك ضمن اهتماماتها المتعلقة بالتعليم الاطفال عمدة بلدية مصر عيسى عبد الرحمن وكذا مدير هذه الاعدادية محمد علي جبريل عبر ان بالغ شكرهما للمستشارة لقيامها بهذه البادرة هذا وبعد التقديم لمحة تاريخية عن هذه الاعدادية فقد اعلن المندوب الولائي للتربية الوطنية وتركية المواطنة موسى بكرزين بان هذه البادرة للمستشارة الوطنية فاطمة احمد وري تندرش ضمن العمل الانساني النبيل الذي يتماشى وبناء الانسان اتشادي ايا كان في منطقه من مناطق الوطن مشيرا الى ان هذا العمل جاء وفقا لطلب سلطات البلدية من جانبها المسجرة الوطنية فاطمة احمد وري اوضحت بان هذا العمل يعد عملا بسيطا تجاه هذه الاعدادية التي خرجت الكثير من ابناء الوطن في كلمته بهذه المناسبة حاكم ولايتي باري الغزل لوم قينسولينا اوضحت بان هذا العمل الانساني يندرش ضمن برامج الحكومة المتعلق بتطوير المدرسة الشادية يشار الى ان عمل التسوير سيستمر لمدة ثلاثة اشهر وان المبلغ الاجمالي له يقدر باكثر من ثمانية وستين مليون فرانكا سيفا ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر